نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة ببيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية وشدد المركز على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين وبشكل طبيعي ومنتظم